لطالما حرصت مملكة البحرين على تطبيق أعلى المعايير الدولية الرامية إلى صون وكفالة حقوق القطاع العمالي تأكيد عالمي على ما سبق ذكره جاء من خلال قرار منظمة العمل الدولية بالموافقة على شطب الشكوى العملية بعدما أثبتت الحكومة الموقرة وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين جديتها في معالجة ملف المفصولين بشكل نهائي خلال الفترة الماضية ما سبق يوم السادس والعشرين من مارس الفائت كان قد أفضى بجملة من معطيات التعاون البناء رسمت ملامحه جميع الجهات المحلية والإقليمية والدولية التي ساهمت وبموضوعية تامة في إضاح وإيصال الصورة الحقيقية للمنجزات التي حققتها مملكة البحرين في مجال كفالة الحقوق العمالية بأسمى القوانين ذات الطابع المنطقي أود أن أنتهز هذه الفرصة لأهني البحرين بتحقيق هذا الإنجاز حيث أتيحت لي الفرصة لمقابلة أطراف العمل البحريني الثلاثة الذين يعملون ضمن خانة واحدة من أجل مصلحة بلدهم والتي من بينها تحقيق أفضل المستويات في صون حقوق العمالة المحلية والوافدة في البلاد عنوان تصدر أهم العناوين في مرحلة ما قبل الإنجاز وما بعده تمثل بقرار منظمة العمل الدولية في شطب الشكوى العمالية التي رفعت من قبل 12 منظمة عمالية عالمية ضد حكومة مملكة البحرين وذلك لم يكن لو لا المؤشرات الإيجابية التي اتسمت بأعلى درجات البيان والوضوح فمعدلات البطالة تستقر ضمن حدودها الآمنة ومزيد من مزايا نظام التأمين ضد التعطل ترنو بذاتها أكثر فأكثر فضلا عن ترسيخ دعائم الحريات النقابية وفي ذلك صون وضمان حقوق العاملين من مواطننا ووافدين ليس فقط هو يوم مهم بالنسبة إلى شطب واستبعاد الشكوى التي كانت ضد مملكة البحرين اليوم الفرحة الكبيرة بالنسبة لي وبالنسبة لأخواني الأعضاء وفدين البحرين أن يجدوا هذا الإجماع من قبل جميع دول العالم بالإشادة بمنجزات البحرين وبصدق وجدية توجهات مملكة البحرين لخدمة قضايا العمل والإنتاج وأن تكون البحرين دائما سباقة لحماية حقوق العمال والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال سحب الشكوى وإغلاق ملفها نهائيا دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية هو ما أوسط به منظمة العمل الدولية بناء على ما تحقق من مستجدات إيجابية تتعلق بمعالجة ملف المفصولين وتسويته نهائيا عن طريق تكاتف ثلاثي الجوانب جمع أطراف العمل الإنتاجي كفة الذين لم يألوا جهدا في خدمة العمل والإنتاج تأكيد أن هذه الصفحة سوف يكون لها تأثير إيجابي على الصعيد العمالي والاقتصاد نكمل مسيرة العمل الدؤوب والمشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة سوف نشتبل ونعمل بشكل جاد في تطوير سوق العمل وفي إيجاد فرص للباحثين عن العمل وفي دعم الاقتصاد الوطني البحريني سوف يؤكد بأن هناك ثقة متبادلة بين الأطراف وبالتالي سنعمل على الانتقال إلى المرحلة الثانية التي لها علاقة في تعزيز العمل المشترك بالنسبة لبرامج الحوار الاجتماعي والعمل اللائق وكل ما يتعلق في الأمور والمواضيع التي لها بالعمل النقابي في مملكة البحرين وكان هناك دعم كبير من الدول لخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين في إنهاء هذه القضية وبإرجاع الموظفين إلى أعمالهم ونتمنى إن شاء الله التعاون في المستقبل بين الأطراف الثلاثة التي تم التوقيع على الاتفاقية وإن شاء الله البحرين مثل ما كانت دائما سباقة في تطوير وأصلاح سوق العمل يتم العمل لذلك ومواصلة وتجديد هذا الإنجاز في المستقبل عين أخرى تناظر ما سيترافق مع ما سبق ذكره من إسراع حتميا باستكمال أي أمور متبقية في إطار التعاون الإيجابي بين أطراف الإنتاج البحرينية وفق الأنظمة النافذة محليا وبما يكفل صيانة حقوق العمال ومعالجة قضاياهم في إطار وطني خالص فهي من تأتي على سلم الأولويات الوطنية التي تلقى اهتماما بالغا ومتابعة دائمة من قبل الحكومة ونظرائها من الشركاء الاجتماعيين الذين أزالوا الكثير من الصعب أمام هذا الإنجاز الذي تحقق لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ومتابعة لهذا الموضوع معنا في السوديو ساعة سيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل أهلا وسهلا بك ساعة الوزير ربما أول سؤال يطرح ولو نتحدث عن الأسباب التي أدت إلى التوصل إلى هذه النتيجة المشرفة لمملكة البحرين وهذا الاتفاق بشطب شكوى نهائيا بالتأكيد هو جدية مملكة البحرين قيادة ومسؤولين ومختلف الجهات المعنية بإعطاء الصورة المشرفة لمملكة البحرين المملكة أعربت عن جديتها منذ الوهلة الأولى لتحقيق تقدم ملحوظ في هذا الملف فكانت توجيهات صاحب الجلالة الملك المفدى بأن لا يريد أن يكون هناك إنسان خارج عمله ولا أن يتضرر أي إنسان بحريني أو غير بحريني بما حدث من أحداث مؤسفة خلال 2011 فكانت جهود جادة جدا لتحقيق التعافي في المجتمع وتحقيق الخير للجميع فكانت إرادة الخير هي التي انتصرت في الأخير نعم ما مدلول صدور مثل هذا القرار من منظمة العمل الدولية وشطب الشكوى نهائيا ودون أي متابعات أخرى أو دائما المدلول الأساسي هو أن المجتمع الدولي وجد بأن البحرين قد حققت إنجازات كبيرة أيضا تنسجم مع تراث البحرين وسمعتها ومكانتها الدولية التي حققتها عبر السنوات الماضية الحقيقة أن المجتمع الدولي وجد بأن الإنجاز الذي تحقق في مثل هذا الملف يعني أكاد يصل إلى 100% يعني 98% ووجد بأن أبناء البحرين سواء كانوا عمالا أو أصحاب عمل أو حكومة يعملوا على وحدة الصف يعملوا على تفادي الأضرار التي تصيب بالمجتمع ويعملون من أجل رفعة ومكانة سمعة بلدهم يعني اجتمعوا على محبة البحرين فاكتسبنا بذلك أيضا احترام وتقدير دول العالم فالحقيقة المدلول مدلول لأن البحرين إن شاء الله بخير ومتجهة نحو مزيدا من خطوات الخير والتعافي نعم بعد هذه الصورة الجميلة التي ظهرت بها البحرين والتي أدت إلى هذه النتيجة لو نتحدث على المستوى الداخلي كيف ترون إنعكاسات تنتهى هذه القضية على الواقع العمالي وكذلك على المجتمع بصفة عامة أولا يعني يجب أن يفهم الجميع أهمية أن يبقى سوق العمل سوق متماسك وقوي وجاذب للاستثمار بعيدا عن أي تجادبات أو خلافات سياسية أو طائفية أو فئوية أو أي شيء قطاع الأعمال يجب أن يبقى بعيدا عن أي تأثير يعوق عملية التنمية وهذا الحقيقة متحقق جدا أيضا أطراف الإنتاج الثلاثة مسؤولين عن تماسك وقوة هذا السوق وقد أثبتوا بهذا الاتفاق أنهم بقدر المسؤولية أيضا من أهم المدلولات إن شاء الله بأن يتفرغ الجميع إلى تحقيق المزيد من خطوات التطوير والنمو في مجال توليد فرص العمل جديدة للمواطنين وعدم الانشغال في أي قضايا جانبية أو فرعية تؤثر على قوة وتماسك سوق العمل وتؤثر أيضا على أمكانية توليد فرص عمل لائقة للمواطنين في البحرين فالمدلول مدلول كبير والاستقرار استقرار يعني إن شاء الله حصل وسيحصل مزيد من الاستقرار في المستقبل بحيث أن نتفرغ جميعا للعمل ثم العمل والبناء نعم سؤال أخير ارتبعنا في التقرير أن هناك كان في دعم كبير دولي لمملكة البحرين لو نتحدث بعض الشيء تحدثنا عن هذا الدعم ومدى التجاوب الذي كان قرار الدولي بشطب الشكوى المقام ضد مملكة البحرين جاء بإجماع دولي نادر لم يعترض أو تعترض دولة من دول العالم جميع الدول اتفقوا أمريكا المجموعة الأوروبية الاتحاد الأوروبي الصين الهند الدول العربية الدول المجلس التعاون كل دول العالم تقريبا أجمعت وكان هناك تسابق بين الدول لأن يحصلوا على فرصة الكلام لكي يعرفوا عن تقديرهم وإشادتهم بمملكة البحرين وبريادة مملكة البحرين في مجال الالتزام بمعايير العمل الدولية البحرين يعني معروفة حاليا وسابقا في ضوء مسيرة الإصلاح التي أطلقها صاحب الجلالة الملك المفدى بأنها تملك ريادة ومكانة خاصة على صعيد دول العالم فالجميع كان مسرور بأن البحرين تمكنت بأبنائها من طي هذا الملف وأثبتت بأنها قادرة على معالجة مثل أي مشكلة تعترضها في سبيل التوافق وتنمية التعاون بين الجميع فكان الحقيقة يعني إجماع دولي من كافة الهيئات والمنظمات والدول الصديقة والشقيقة لإثبات بأن مملكة البحرين تستحق هذا الإنجاز وتسير نحو الأفضل إن شاء الله وطبعا الإنجاز مثل هذا الإجماع نادرا ما يحدث بالنسبة لأي دولة من دول العالم فهناك دائما نجد صوت معارض أو صوت ممتنع لكن بالنسبة للبحرين كما ذكرتم كان هناك إجماع دولي شاهدتوا في تلفزيونات العالم نقل هذا الحدث وتسابق جميع الأعضاء والوفود للحديث والحقيقة كان موقف كان يبعث على السعادة أنا والأخوة أعضاء وفد البحرين كنا نتلقى التهاني من الجميع في ختام هذه الاجتماعات سعد سيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل شكرا جزيلا لحضركم معنا وشكرا لهذا النجاز وهذه التوضيحات شكرا وتهنيا للجميع شكرا جزيلا